الآن إلى شباك الثقافة ومع زيادة في الميزانية وإطلاق مشاريع جديدة يبدو أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة المعروفة بالينسف ماضية في تأكيد انطلاقة جديدة يجري حاليا في باريس المؤتمر العام للمنظمة الذي بدأ في الثاني عشر من تشرين الثاني نوفمبر ينتهي اليوم تمنت الدول المئة والثلاث والتسعون في المنظمة ميزانية بقيمة خمسمائة وأربعة وثلاثين مليون دولار بزيادة فوق ستة عشر مليون دولار وبالرغم من انسحاب الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية عام الفين وثمانية عشر من منظمة اليونسكو كما سبق وأعلنت عام الفين وسبعة عشر بحجة انحياز المنظمة إلى حقوق الفلسطينيين فأن هذا الانسحاب بقي خطوة معزولة شارك في المؤتمر العام الأربعين لليونسكو تسعون وزيرا تسعة نواب وزراء للثقافة إضافة إلى أربعة عشر رئيس دولة نتابع ينضم إلينا مشاهدينا يبدو أن هناك ليس تقرير تنضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بيروت رنى نجار صحفية متخصصة في الشؤون الثقافية سيدة رنى أهلا بكي نسأل عن أهمية هذه الخطوة هذه المرحلة الجديدة ولماذا اليونسكو تبحث عن مرحلة جديدة في هذا الوقت هي اليونسكو دايما كانت كمساء الخير اليونسكو كانت دايما كمنظمة هي منظمة عن جد ومتميزة عن كل المنظمة عن كل الفروع للأمم المتحدة خصوصا أنها من أكبر منظمة بالعالم تهتم بالعلوم والثقافة والتربية وهي تلات فروع أو تلات قضايا هم مهمين جدا اليوم أكثر من أي يوم خصوصا بوجود كثير من اللاجئين السوريين في العالم منتشرين اليوم عم يعانون من تسرب مدرسي وعم يعانون من أدنى حقوقهم بالتعليم والثقافة وخصوصا ما ننسى اليوم أنه في عنا دول مثل فلسطين والعراق وسوريا وحتى بالمناطق الأوروبية وبالمناطق السربيا وكذا عم يعانون من سرقة الأثار خصوصا بالفترة الأخيرة التي بلشت فيها الإرهاب، داعش، نصرة فاليوم كان في دور أساسي اليوم المجتمع بكامله كان عم يهدد كل التاريخ الثقافي بالعالم كان هو مهدد ولذلك إذا نشوف مبادرات اليونسكو للحفاظ على التراث والأثار والثقافة بعتقد هي من أهم الأشياء التي حصلها اليوم كان من هيك اليوم في التفاف حول هذه المنظمة وما ننسى كمان بالتعليم اليوم في تهديد بالتربية في تهديد بظل الذكاء الاصطناعي وما يدور في فلك الذكاء الاصطناعي صحيح رانا هناك توجه من قبل المنظمة حول الذكاء الاصطناعي لكن برأيك هذه المجالات بأنه سيكون هناك مرحلة جديدة هل المجالات ستقتصر على موضوع التربية والعلوم والثقافة أم ستكون هناك مجالات جديدة تستثمر فيها المنظمة أعتقد أن العلوم والثقافة والتربية يتفرع مننا أهداف صغرى وأهداف عامة كبيرة يعني أنا اليوم برأييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي وثبتها بمنظمة الإونسكو وهذا عمل سياسي ولكن ليس عمل سياسي مباشر يعني هي مش أنه عم بتشارك بحروب أو عم بتنشر جنود سلام على الحدود وإنما هي عم بتحافظ على هالتراث الإنساني اللي اليوم إذا اختفى بتختفي فلسطين شو اللي بيأس أكد اليوم أنه فلسطين موجودة الأثار والوثائق والثقافة والشعر والأدب نفس الشي بالعلوم فاليوم مش مطلوب أبدا بالعكس مثل ما قالت مديرة اليونسكو اليوم أزولاي قالت أنه نحن اليوم بحاجة العالم اليوم بحاجة لأكثر من منظمة اليونسكو هو فعلا يعني إذا بدك تشتغل على الأرض بكل هالقضايا اللي عم تشتغل الليل اليونسكو ما بقى عم بتلحق لأنه نحن اليوم عم نشتغل على عالم كل يوم بيتغير ويتجدد في العلوم وفي الثقافة وفي الفنون والتراث ومتد أهم ملف اليوم اشتغلت فيه ونحن بحاجة إله الآثار المسروقة عملت شغل كتير جد وقدرت استرجعت كتير آثار مسروقة صحيح بما أنك ذكرت موضوع فلسطين المنظمة متهمة أيضا إن كانت وهذا أدى إلى انسحاب الولايات المتحدة وأيضا انسحاب إسرائيل منها لكن المنظمة متهمة بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين يعني وحسب أقترس هنا من كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نيتنياهو قال بأن المنظمة أصبحت مسرح عبث وبدلا من الحفاظ على التاريخ قامت بتشويهه اليوم المنظمة يعني عليها يمكن شغل كما زي ما بقولوا شغل كتير عليها مشاكل كبيرة عليها عاتق توفيق ما ذكرتي بالحفاظ على هذا الإرث الثقافي والحضاري والتاريخي والإنساني في القدس بشكل كبير كيف تريني؟ أولا هذا الاتهام هو باطل طبعا من دولة أصلا الدولة الإسرائيلية هي منة دولة أنا بالنسبة لإليها هي دولة محتلة يعني هي غير شرعية فهي أصلا ما فيها تتهم ولا منظمة ولا أي شخص بأي جريمة هذا أولا يعني أنا بالنسبة إلي لما إسرائيل بتقول نحن نتهم اليونسكو بتشويه الحضارة الإنسانية هذا بيثبت أن اليونسكو لا تشوي الحضارة الإنسانية ولكن بالعكس وقفة عز هذا بحياتها مصايرة بهذه المنظمة هذا أولا طبعا وجود أزولاي أصلا شكل جدل كتير كبير بقلب المنظمة وكيفي كتير دول كانت معاديتها واحد اثنين عم تواجه المنظمة أصلا مشاكل كبيرة أكتر من المشاكل المادية وكمان انسحاب أمريكا وإسرائيل كمان زاد الضغط على أزولاي وكمان عمل لها مشاكل ولكن اليوم أنا برأيي بعتقد أنه فرنسا دورة كتير مهم يعني اليوم لما بيكون فيه مدير فرنسي برأيي لأنه فرنسا دايما كانت مع الثقافة غير الدول الثانية طيب يعني بما أننا نتحدث عن موضوع هذا برأيي مهم يعني وجود أزولاي وجود أزولاي كشخصية قوية عند أهداف عم تعرف شو بدها عم تقدر تحارب وهي حلفة بأمريكا وإسرائيل طيب أريد ناسا أيضا يعني اليوم عندما نتحدث عن انسحاب الولايات المتحدة وهي داعم كبير انسحاب إسرائيل ومع ذلك شاركة في المؤتمر في باريس كان له ملفات عديدة لكن المشاركة من 90 وزير 9 نواب وزراء ثقافة إلى 14 رئيس دولة زيادة 16 مليون دولار 534 مليون دولار هذا عن ماذا ينم؟ أولا الزيادات الارتفاع الميزاني لليونسكو هو مرتبط كمان ب لما انسحبت أمريكا وإسرائيل وهي أمريكا كانت من أهم الدول التي تدعم اليونسكو اضطروا أن يعملوا إجراءات مختلفة أنه ممنوع أي دولة ما تدفع المساهمات طبعا وإلا ستحرم من الانتخابات والترشح هيدا خلى الدول التانية إذا بدك تشد العصب تانيا بمواقف اليونسكو بالنسبة لفلسطين كتير عطت من إذا بدك أبهرت الدول الأعضاء بالشغل وسياسيا كمان التف حول كتير من الدول اللي هي أصلا معادية لأمريكا وإسرائيل وغير محل أنه أنت اليوم لما بتشوف أي مؤسسة كانت صغيرة أو كبيرة لما بتشوف تشوف على قيادتها إمرأة قوية عندها أهداف عم بتحقق أهدافها بوقت سريع أكيد أنت كدولة كمان بدك تحس أنه أنت معني أكتر وتشارك أكتر وما ننسى أنه اليوم نحنا بالنسبة للثقافة والعلوم نحنا عمنا خطر كتير كبير بالتربية نحنا اليوم عم نواجه مناهج معادي للسامية عم نواجه مناهج إرهابية عم نواجه مناهج إلى علاقة بالتطور الظهني للأطفال كيف عم بيكون يعني اليوم عندها كتير يعني عن جد الله يعينها على هذه الإدارة اليوم عندها مشاكل كتير كبيرة سياسية وعلى الأرض كيف بدأت تطبقها بالنسبة للعلوم وثقافة وخاصة الاتفاقيات الجديدة على كل من بيروت رانا نجار صحفية متخصصة في شؤون الثقافية شكرا جزيلا لك